قصيدة روضة الهادي كتبت للتبشير بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعجزات التي صاحبت هذا الميلاد ثم للتبشير بمبعثه وإسرائه ثانيا ثم أوجست في الحديث عن اضطهاد قريش والهجرة والجهاد والفتح ووفاته صلى الله عليه وسلم ثم سرحت بخيالي أني أنزل في روضة المصطفى صلى الله عليه وسلم وقت السحر أتخذ مما أسلفت ذكره وسيلة أدعو الله بها أن يعفو عنا ويطهر قلوبنا ثم ختمت بالصلاة على النبي مصطفى وصحبي أقول فيها سبح الليل بضوء القمر وازدهى الكون لخير البشر وسرى في الأرض نور ساطع ينبئ الدنيا بما في الزبر قد خلت رسل كرام بشرت بنبي صادق معتبر خمدت للفرس نار وبدى كوكب في الأفق لم يستتر ولد الهادي إمام الأنبياء سالم المنشى شخوص البصر كاملا ما فيه من نقص وما حوت الأصداف غير الدرر أكرموا بالمصطفى من هاشم واملأوا الدنيا بتلك البشر قد عرفناه نبيا خاتما ينشر الخير كماء المطر قد عرفناه ولم ينكر سوى ضامر القلب خبيث الفطر شمس دين الله مشكات الدجا رحمة من قادر مقتدر وحباه الوحي نبراسا هدى ووقاه الله شر الخطر إذ ينادي في قريش فاسمعوا مع شري قد جئتكم بالنذر وسرى ليلا به في موكب صوب محراب بقدس طهر وإمام في صلاة خلفه سائر الرسل الكرام الغرر إذ يصب المشركون البأس ما أخذتهم رأفة بالزجر فاخرجوا من قومكم واحتسبوا كم حليم رابط مستبر واحملوا السيف على أعدائكم تنصروا من قلة أو كثر ذا وطيس الحرب تحمى ناره فصلوا أعداءكم من سعري جاء نصر الله والفتح ولم يخلف الرحمن وعد الظفر يمم الموت إزاء المصطفى فالورى من فقده في كدري قد نزلنا روضة الهادي وقد حطت الرحل بوقت السحري إذ يفوح الطيب من أرض قبا يملأ الدنيا بعرف عطري أيها القبر الذي من خلفنا قد رجونا منك طيب الأثر قد دعونا الله جهرا أو كما صرخ الطفل بروم الوطر نسأل الرحمن عفوا سابغا يغسل القلب بماء الزهري وصلاة الله دوما لم تزل للنبي المصطفى من مضر وعلى الصحب الكرام السعداء خلدوا فينا بأذكى السير ترجمة نانسي قنقر